نقاش الذي بدأنا منذ قليل ونشكر الشكر الجزيل الأستاذة من بنك رفض المحامل المعتمد لدى المحكمة العلية ومجلس الدولة الذي كان معنا ضيفا نواصل مع الأستاذة حفظ حيظة الكاتب المختصة في معرفة النفس وتطويرها لبس نذكر بمحاور النقاش مشروع قانون الوقاية من الاختطاف حصر عقوبة مختطف الأطفال بين السجن المؤبد والإعدام مشروع قانون الوقاية من الاختطاف لا تخفيفة في عقوبات مرتكبية الجمر الجور ماقول وزير العدل يشدد على دور المجتبع البدني في التصدي للاختطاف وسادة حفظ حيظة القابلة قليل هنا نتحدث عن نقطة مهمة وهي نقطة أيضا جاء بها هذا المشروع مشروع قانون الوقاية من الاختطاف وهي الجانب الوقائي في نقطة مهمة أخرى أيضا هي أنه جميلة تكون فيه هكذا مشاريع قوانين وتكون فيه قوانين من هذا النوع الردعية لكن جميل أن نعمل على محاربة هذه الظاهرة من الأساس ليس كذلك أكيد أنا معك لأنه إذا دايماً عندنا سبب وعندنا نتيجة أكيد قبل ما نروح نعالج النتيجة لازم نعالج السبب لأنه إذا اليوم مثلاً عالجنا النتيجة مثلاً إذا عالجنا عقاب القاتل شيمة في غيره أكثر من واحد لأنه هناك أسباب هي التي تخلق هذه الفئة من المجتمع إحنا لازم نروح ونعالجوها إذا رحت مثلاً أنه هنا مانيش أنا نبرر للقاتل أو المعتدي أنا مع فكرة القصاص مع فكرة العقاب الإعدامي لكن خلينا نبني مجتمع سوي نبني مجتمع سوي نبنيه من الأسرة أنا الطفل لما ما تعطيهش حنان ما تعطيهش حب الطفل لما دايما تعيط عليه دايما تسبه دايما تهينه ملاحظة فقط أنه في كثير من الأحيان نسمع أنه طفل ضربه والديه هل هذا طفل ضربه والديه تلقى الحب والحنان والرعاية؟ أنه هذا التمرد وهذا العنف في الطفل هو مشبع به فاقدوا الشيء لا يعطيه ما تنتظرش مطفل يعني مهمش طفل معنف يكون إنسان سوي في المجتمع أو إنسان عنده قدرة على العطاء وبطبيعة الحال تلقى الطفل المعنف في البيت الطفل المعنف في المدرسة لماذا؟ لأنه عنده غضب داخلي من البيت يروح لغضب هذا كي يمرسه في المدرسة وشي يصرر في المدرسة؟ تزيد الأستاذة بدل مش كامل لك إحنا نتكلمه عليه كفكرة عامة أنه بدل ما تحتويه راح تعطيه ألقاب والسب وكذا نقص تقدير الذات إحساس بالدم كيما يقوله إحساس بالدونية ذاتي وشي يصبح نعنى طفل غضب؟ الغضب الداخلي هذا على من يمرسه يمرسه على المجتمع هنا بدل ما نخلوه الطفل فارغ عاطفيا لازم نحتويه عاطفيا حتى الجانب الدراسي أنه لماذا يتم طرد الأطفال؟ الطفل هنا لما تضطردوا قبل ما تضطردوا تقول أنه أعاد السنة مرة ومرتين أعطي له مشروع بديل المشروع بديل أنك حطه في مؤسسات خاصة أنك تضطرد الطفل ما يقدر بين قوسين إذا قلنا الحرف العادية ما يقدر يمارس له حلاقة كادة تطلب له مستوى عالي وهو ما وصلش لهذا المستوى هنا وشك تخلق تعجيز لهذا الطفل هنا وشك تقول له مطرود من المدرسة لك الشارع فقط ثم بعد ماذا ننتظر؟ شارع وش فيه؟ شارع وش حياتك؟ يعطيك الإنحرافات بكل أنواحها وكان نقطة مهمة لما نتكلم عن الاعتداءات الجنسية منظم اللي مارسوا الاعتداءات الجنسية يعني يتمارس عليهم الاعتداءات الجنسية يكون عندك فئتين يصبح هو يطلب الاعتداءات الجنسية من الرجال يعني يصبح هو مثلي النقطة الثانية يصبح هو من يعتدي عن الآخرين كانتقاما لذاته هنا بدل هنا عندنا ضحية الضحية صار هو الجلاد احنا لازم نعرفه كيفاش نعالجه السبب الأساسي احنا عندنا نقطتين باش نبنوا مجتمع صالح وسوي الأسرة الجزائرية والمدرسة الجزائرية للأسف طارق حنا تطورنا في كتير من الأشياء لكن المنهاج التعليمي وأساليب التعليمية ما زالت ثابتة الأجيال راي تتغير في التفكير تتغير في كتير من الأشياء لكن المنهاج الدراسي ما زال ثابت في مكانه يعني بمنهاج قديم في جيل عصري يعني هنا يكون عدم التطابق بينتهم جميل أيضا إذا أردنا أن نقضي على هذه الظاهرة نستطمر في الأسرة ونستطمر في المؤسسات التربوية والتعليمية بدرجة الأولى المجتمع الجزائري المجتمع الجزائري الآن كأنه تخلى عن دوره وتخلى عن تلك المسئولية هناك حس المسئولية في المجتمع إذا غاب حس المسئولية عن المجتمع نصل إلى هذه الظاهر الآن وصلنا لتك المرحلة اللي نقول فيها تختي راسيا وصلنا تختي راسيا وصلنا أنه في الماضي كان الجار بيعتبر بمثابة الأخ كان الجار تترك عنده ليدك وتأمن عليه لكن الآن الجار صلنا نشوفه أنه ممكن هو يكون المجرم لأنه هنا فقدنا فكرة الثقة بالآخر يعني فقدنا هذه فكرة الثقة بالآخر لأنه هنا بدك المجتمع عنده دور ودور مهم أنه مثلا لما تشوف الشيء سلبي في المجتمع ولينا نمر عليه كأنه شيء عادي أنا لما يكون عندي شخص منحارف أو شخص يعني ماشي بسلوك غير عادي أنه المجتمع كامل بكل فئاته يتعامل معه على أساس أنه إنسان سوي يتواصل معه يهدر معه يحكي معه داخليا مش يشعر هذاك المنحارف أنه أنا سلوكي عادي هنا ما عنديش فكرة تأنيب الضامير أو أنا أني نغير لكن لو المجتمع يتفاداه لو المجتمع يتعامل معه على أساس أنه أنت مخطئ يحس أنه هو مخطئ هنا وصلنا لنقطة أنه أساسية لازم فكر المجتمعي هو اللي يتغير لأنه حنا لينا نخلقه مجرمين حنا لينا نخلقه أشخاص من هذا النوع على فكرة أنه ما وليش عندنا انديهاش ولا عندنا كل شيء عادي نتقبله كل شيء عادي ولا هو يمارس سلوكه بشكل عادي يعني تتصور أنه مثلا أنا مؤخرا كنت فترة مواي بشكل عادي تحرنش فترة مواي لكن لو في فكره أنه المجتمع رح يرفضني يفكرش يعملها يعني لو في فكره جلالجل أنه هذا أنه في الحافلة رح المجتمع يضربني ولا يعملي ما يعملهاش لكن الآن في كل مكان لأنه المجتمع واللي تعنده فكرة التقبل تقبل لكل شيء نحن أوكين تقبلوا اختلافات الآخرين لكن ما لازمش نعطل هذاك لو يعمل سلوك سلبي على أساس أنه أنت إنسان عادي جميل ما ذي ممكن نقول في الأخير سلاحة بصحيدة حتى نطوي هذا النقاش أكيد هو مشروع قانون مشروع قانون جاء وانتظره الكثير من الجزائري مع جاء الحد نقول الحد من انتشار هذه الظاهرة ما ذي ممكن نقول هو مشروع إيجابي وجيد كما انتظرناه لكن أنا أقول لهو مشروع إيجابي وجيد بحد ذاته لا يكفي لأنه إحنا عندنا جيل فاقد لتقديره لذاته حتى إذا رحنا للشخص المعتدي أو الشخص القاتل أول شيء أنه الشخص القاتل في كثير من الأحيان يكون تحت تأثير المهلويسات الثاني شيء الشخص لما يوصل يغتصب طفل أعرف هذا الإنسان غير سوي لأنه العقل والإنسان السوي ما يروح شيء يغتصب طفل في عمره ربع سنين خمسة سنين ست سنين هنا لازمنا نعالج المشكل في أساسه لك عندنا قانون العقاب ما اختلفناش عليه لكن عندنا قاعدتين أساسياتين في الجزائي اللازم نمشو فيها هي الأسرة وهي المدرسة الأسرة الآن عندنا مجموعة من الشباب في معظم الدول أنه الشباب قبل ما يتزوجوا يعملوا دوارات يعني معرفة التربية علاقات التواصلية باش يدخل يتزوج حنا يتزوج يلقى روحو حاصل ما لابدوش كيفاش يتعامل ضغط الحياة كامل ينصب فيها ذاك الطفل يعني قاعدتين عندنا الأسرة وعندنا المدرسة شكرا جزيلا ليس سيدة حفظة حيدة الكاتب المختصة في معرفة نفسي وتطويرها شكرا جزيلا شكرا جزيلا